السلام عليكم شباب اللاتيكم العافية معكم اسامة غزال احنا اليوم في الدرس السادس عشر من سلسلة دروس دلفي المستوى المبتدئ في هذه الحلقة بدنا نتحدث عن الدايناميك اريز في الحلقة الخامسة عشر تحدثنا عن الستاتيك اريز هذه الحلقة بدنا نتحدث عن الدايناميك اريز اه شو هي الدايناميك اريز اللي هي الاريز ذات الطول المرن او ذات الحجم المرن يعني احنا ممكن بالحلقات السابقة كنا نعرف انه هذه الاري مثلا كنا نحكي له بار كنا نحكي له مثلا ايه عبارة عن اريز من واحد لا مثلا عشرين اوف انتجر كنا نحددها بحجم معين اللي هو مثلا عشرين هذه اسمها استاتيك اريز في هذه الحلقة لا بدنا نعرف دايناميك اري فلو حكينا دي اي دايناميك اري عبارة عن اري اوف مثلا انتجر او اه دي اس مثلا عبارة عن اري اوف استرينج هيك احنا حطينا اري بلا حجم ما اعطناها اي حجم ما حددناها زي هون هون حددناها بعشرين هون ما حددناها بنحددها اثناء الكودينج بناء على المتغيرات اللي موجودة عندنا يعني ممكن هادي الاري انا بدي اكون احددها احددها بحجم اه الدياتابيز ريكوردز انا عندي تايبل في الابم مثلا الف ريكورد خمس بيت ريكورد هون في الاريبل مش رح اقدر اعرف حجمه لكن لما بثنا الكود ممكن نحكي له انه هادي الاري بتساوي التيبل مثلا دوت ريكورد كونت اوكي فبهذه الطريقة احنا نمقدر نعرف الاري طيب لو اجينا حكينا له هلا طيب دي اي لواحد مثلا يساوي خمسة عشر هلا مبدئيا صح ولكن ما نيجي نشغل حيعطينا انه الرقم واحد هدا اوتو فرينج ليش لانه احنا ما حددنا له قديش حجم الاري هون البفرق احنا كنا بالاول في الستاتيك انحدد الحجم بالvar او بالتيب هون احنا بنحدد الحجم اثناء الكودينج فاذا كيف نحدد الحجم بنا نيجي نحكي له ست لينث اوكي شو اسم الاري اسم الاري مثلا دي اي اوكي قديش اللينث تبعها مثلا خمسة هون وقتها انا حددت له انه حجمها خمسة فانا ببلش مثلا من دي اي زيرو لما نحكي احنا عن حجم خمسة معتو هي حتبدأ من صفر الى اربعة فاحنا هون بنضيف هاي واحد تنين وثلاثة واربعة هون بنحكي له خمسة وعشرين او هاي عشرين وهي خمسة وعشرين وهي تلاتين وهون خمسة وثلاثين فلو بدنا نشوف النتائج تبعاتها بنحكي له فور اي بتساوي لو لدي اي احفظوها شباب اللو والهاي احفظوها اللو اقل قيمة في الاري والهاي اكبر قيمة في الاري. اوكي? هاي حتفيدنا كتير. اه بنحكي له هون list box one dot items dot add. وبنا نيجي نحكي له هون lda li. طبعا بنحول هلا. اوكي هلا نيجي ننفذ. اطول مباشرة اعطانا هي خمسة عشرين خمسة وعشرين ثلاثين ووقف لعندها. طيب لو احنا ما حطينا يعني هال لو حطينا هيك وجينا الشغل. اطول هيعطينا مباشرة. ليش? لانه انا عندي ما حددت الهاللنت. ففعليا لنت ثباحة zero مدام انا ما حددت الهاللنت. فاذا لازم انحدد لنت. طيب هل منقدر احنا انحدد اللنت ونزيده? طبعا. فاحنا ممكن هلا هون نبدأ نسوي هاي كمان مارست لنت بدل ما هي كانت خمسة نخليه صارت عشرة. ونقدر ننسخ دول ونحطه هون. ونحكي له هاي مية وخمسين. ميتين. ميتين وخمسين. تلتمية. تلتمية وخمسين. وهون بدل ما هي هيك كانت. بنقول له خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يعني احنا اثناء الكودنج بنصير نقدر نغير بالحجم تبعها زي ما احنا بدنا بناءا على المعطيات تبعة برنامجنا. نيجي ننفذ. اعطوه لهي اعطانا خمسة لاخد لخمسلتين. بعدين مية وخمسين لغاية التلتمية وخمسين. فاحنا لعبنا بحجم هزي ما احنا بدنا تماما. اوكي? طيب هل فيه طريقة اخرى لتعريف الاري طبعا. هلأ برضو احنا ممكن هون نحكي له بدل الدي اي نحكي له اول شي دي اس. اوكي? ونيجي نعطيه هون الدي اس. اس 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 اس. وهن نعطيه اسماء. مثلا ابل. أورانز. مثلا اذا ستروبري. مثلا. مثلا. ونجي نطبع له الدي اس لالاي. طبعا هم حولنا لانه هي اصلا. ونجي ننفذ. هاي في عنا احنا. اه دي اس. هون دي اس. وهاي دي اس. اوكي. نجي ننفذ. هاي اعطانا ارى من. اوكي. طيب شو في عنا طريقة اخرى لتعريف الاريز. في عنا طريقة تعنيه. اللي هي زي ما سونا المرة الماضي في الستاتيك اريز. نيجي نعطيه هون تايب. نعطيه تايب مثلا اه تي استرينج اري. يساوي بتساوي اري اوف استرينج. وممكن يعطيني تي انتجر. اري بتساوي اري اوف انتجر. اوكي. فاحنا اللي اعرفنا النوعين من الاريز تايبس. واحد تي استرينج اري والتاني تي انتجر اري. فهنا نواتيها بحكيلو. هادي عبارة عن تي استرينج اري. اوكي. وهدي نفس الشي من سخة هون. تي انتجر اري. اوكي. فهنا نواتيها بنحكيلو نفس الطريقة. مثلا خلينا نحكيلو الدي اس. لا. الو الصفر. بده تساوي مثلا اسامة. ونجي نستخدوه هيك. نعطيه للواحد. تنين. تلاتة. اربعة. هون نعطيه رائد. وهون نعطيه عبد الله. وهون نعطيه محمود. وهون نعطيه السامي. هادي هيك وهادي كوبي هيك. اوكي. دي اس. نيجي ننفذ هاي اعطانا الري من يعني احنا عرفنا تايب وهون بنعطيه بنعطيه بنعرفه مباشرة انه هادي الري عبارة عن هذا التايب. لاحظوا التايب ممكن هون نحطه. ممكن نحطه فوق ازا بدنا نستخدمه في مكان اشمل. انه ياخده كل البرنامج كاملا او كل الكلاس هذا او الفورم هنا. اوكي فمسين نستنسخ منهم جوه الفنكشنز او البروشيجرز. تمام? هادي عنا نوعيتين من تعريف الاريز الديناميك اما نعرفها عن طريق تايب اما نعرفها عن طريق اللي هي الفاريبل مباشرة. طيب احنا كيف ممكن نتعامل برضو مع الاري? يعني هادي الاري عبارة عن مصفوفة. المفروض تقبل الزيادة وتقبل النقصان. طيب ممكن انا هالي المصفوفة ما بدي احدد لها انا لنت. انا بدي احدد لها مباشرة. اوكي. القيم. يعني انا ممكن هلا اجي احكي له. الدي اس. بتساوي. ها. قسامة. مثلا. هاي باسل. مثلا. هاي. رائد. فانا هون عينتلها مباشرة بدون ما اعطيه ست لنث. يعني في المرة الاولى انا عطته ست لنث. لانه ما بعد اجي اعطي له دي اس للواحد. وانا ما عندي واحد. ما عندي طول لها. لكن هون انا بعين تعيين مباشر لها. فهو لحاله حيفهم انه طولها ثلاثة. يبدأ من صفر ينتهي باثنين. فلو اجينا نفذنا هلأ. عطولها اعطينا اسامة باسل رائد. طبعا هذا ينطبق عن هذا الحكي. وينطبق اذا انا عرفتها بالطريقة التانية. يعني هيك او هيك. المفروض يقبلها. اي نيجي ننفذ. اطول قبلها من نفس الشي. يعني اما بنعرفها من هون واما بنعرفها من التايب. اوكي? وبنعينها كمان. طيب لو انا بدي اضيف على هاي الاسماء اسماء جديدة. طيب ممكن نيجي نحكي له. دي اس بتساوي. دي اس زائد. مثلا نحكي له احمد. نجري. ها? اعطي الر. ليش? لانه هون هذا سترينج مش اري. فانا حتى اجي اضيفه على الاري لازم يكون نوعه اري. صح الاري عبارة عن اري اف سترينج. بس ما بس لان اقول له اري زائد سترينج. فبدي اجي احط له بين قواس مربعة به الطريقة هاي. نيجي ننفذ هلأ. وافق عليها مباشرة وهي يحط لنا احمد. تمام? طيب لا ننفذ انا ابدأ اضيف لها اكثر من قيمة. باجي بعطيه له هون. هاي. فاصلة. ومحمود. وجميل. فانا هو مثلا بعطيه هاي دي اس زائد الاسامة وباسل ورائد. بضيف عليها احمد ومحمود وجميل. نيجي ننفذ. هاي اسامة باسل رائد احمد محمود جميل. طيب لو انا ما حطت له زائد. اوكي ونيجي ننفذ. اذا حلل احمد والمحمود والجميل مكان الاسامة وباسل ورائد. طب لو حكيت له بس احمد لحاله. نفس الطريقة. حل كلمة احمد مكان اسامة وباسل ورائد. يعني فعليا هون انا لغيت انه طولها اتنين. ثلاثة سوري. صار طولها واحد فقط. اللي هو احمد. فاذا انا بدي اضيف بدي اعطيه الاري دي اس زائد. احطها باري بين اقواس الاري مش بين اقواس كوتاشنز. لانه ما بصير انا اضيف سترينج لاري. بضيف اري من السترينج للاري اوف سترينج. لازم يكونوا من نفس الجنس. اوكي ما بصير يكونوا من جنسين مختلفات. طيب. لو انا بدي اعجي اسوي انسيرت. مش يعني لو بدي اعجي اضيف كلمة عبدالله قبل رائد. بدي اعجي احكي له هون. يعني انا هلأ عندي هلأ اسامة وباسل ورائد واحمد. تمام? بدي اضيف عبدالله قبل رائد. احطها اسامة باسل عبدالله رائد بعدين احمد. نيجي هون معطيه انسيرت. شو بدنا نسوي انسيرت لا ايش? بدي اسوي انسيرت للقيم. شو هي القيم. مثلا عبدالله او. هلأ عبدالله لحالها اذا بدي اضيفها هي لحالها. يعني انا ما اجي بقوله هون ضيف لي عبدالله لدي اس. وين بقي اندكس? بدي احطهاي صفر واحد. اوكي بدي احطها باندكس اتنين. هي اتنين. فاذن راح تريسي قبل رائد. هاي رن هيها. اسامة باسل عبدالله بعدين رائد واحمد. طب لو انا بدي اضيف اكتر من اسم ما باجي بعطيه عبدالله فاصله احمد. لا. باجي بحطه في قلب الري. ها. باجي بعطيه هيك. وفاصله بعطيه سامي. اوكي. وفاصله. وبعطيه محمد. وبعدين بيسكل القوسة المربع تبع المصفوفة. يعني خلينا نسوي هاي سبيس هيك. وسبس هيك. انا هادي المصفوفة هي اللي بدي اضيفها قبل كلمة رائد. هاي رن هيها. اسامة باسل عبدالله سامي محمود قبل رائد واحمد. ها. عبدالله سامي محمود قبل اجت رائد واحمد. ليش? لاني انا حطيت له الاندكس اتنين. طيب لو حطيت له الاندكس صفر. راح يجيبهم اول شيء. وسوي ازاحة لبقيت المصفوفة. هيها عبدالله سامي محمود. بعدين حط لي اسامة وباسل ورائد. تمام? لو اجيت حكيت له. سوي لي insert. للنهاية. خلينا نحكي له هون اه هاي. لا الدي اس. ونشرح. ممتاز. وين نحطها? مراحومة عبدالله وسامي ومحمود. ليش اعطاني الهاي? ليش ما اعطانيش اياها بعد احمد. خلينا نجرب اللنث. مش هاي. الهاي اربعة. هاي. اللنث جابها صح مية بالمية. ليش? لان طول المصفوفة قديش? طول المصفوفة اربعة فاذا انا هحطها باربعة. فدن صفر واحد تنين تلاتة اربعة. عبدالله. ولكن الهاي تبعت المصفوفة هي تلاتة. صفر واحد تنين تلاتة. فهو راح يحطها مكان احمد. هي انتبهوا عليها. فرقه بين الهاي واللنث. الهاي هون اعطاني تلاتة. فراح حدها حلها مكان احمد. لكن اللنث طولها. طول المصفوفة. قديش المصفوفة طولها اربعة. فراح يحطها بعد احمد. صفر واحد تنين تلاتة اربعة. فبلش عبدالله سامي محمود. طيب? طيب انا هلأ ضفت هدولي. هي اسامة باسل رائد. احمد عبدالله سامي محمود. بدي امحي. بدي امسح. بدي امسح قيمة. كيف بدي اجي امسح احدى القيم من هدولي. طيب. لو اجينا احنا هلأ. حكينا له. دليت. 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 دليت من وين بدنا? هلأ بدنا يجي نمحي من المصفوفة. دي اس. لاحظوا احنا هون سوينا انسيرت. القيم اللي بدنا نسوي لها انسيرت. انسيرت للمصفوفة. ولكن في الديليت بنحط دليت من المصفوفة. فاول شيء بدي نحط اسم المصفوفة. بعدين بدنا نحط. اللي هي اي رقم بدنا نسوي له انسيرت. اي اندكس. هلأ ازا احنا هي عينا صفر واحد تنين تلاتة. اربعة خمسة ستة. لو انا بدي اجي امحي اربعة اللي هو عبدالله. فباجي بحكي لهون اربعة. فاصلة. ها كونتر شفت انسيرت. الكاونت. عدد الريكورز اللي انا بدي امحيها. اذا صفر واحد تنين تلاتة. هي اربعة. بدي امحي بدي احكي عبدالله وسامي. فباجي بحط له مثلا تنين. ازا بدي امحي بس عبدالله بحط له واحد. اوكي? فاذا بنسكر القوس ومنسكر هيك. المفروض هلأ يطلع لي اسامة باسل رائد احمد محمود مباشرة من غير لا سامي والعبدالله. النفذ ممتاز. هاي اسامة باسل رائد احمد بن عين غير لا سامي والعبدالله في الشتين مش موجودين. حطلنا محمود على طول. ليش? لانه احنا محينا رقم اربعة لهو هاي هذا عبدالله ومحينا عدد تنين عبدالله وسامي. لكن لو قلنا لهن عدد واحد. محالنا بس عبدالله. سامي خلالنا اياه. اوكي? فهذه الطريقة تبعت الديناميك اريز. كيف نحدد لطول? كيف نعينها? تعين مباشر. طيب كيف بنا نسوي كوبي? ها? كيف بنا نعمل كوبي من قريه لقريه? الشغلة كتير بسيطة. خلينا احنا نفس ما هي هيك. ها? نيجي نسوي هيك. هدولي الست اسماء. بدي اجأ اسوي لهم كوبي. واحطهم في مصفوفة اخرى. اوكي? طيب. خلينا نرفع الدي اي. بدناش الدي اي. خلينا نرفع هاي الدي اس. نرفعها البيت هون. عشان تكون على مستوى الفورم كله. وخلينا نيجي نحكي هون. ها? هاي اه اه كوبي. وهي بيست. حطينا كمان لست بوكس. صار عني لست بوكس وون. وليست بوكس تو. اوكي? وخلينا نضف له اد. وهي بوتون. ونيجي نحكي له هون. اه الكابشن. كوبي اري. تمام? هلأ هاي الكوبي اري. انا بدي اجي انسخ المصفوفة هاي. الدي اس. وانتبهوا. انتبهوا على هادي التعريف. وانتبهوا على هادي التعريف. ها? بدنا ننسخ هذا الدي اس. لمصفوفة اخرى. بيجي نحكي له كوبي هون. فار. بدنا نيجي نحكي له التارجت. اري. عبارة عن اري. اوف. استرينج. انتبهوا على هادي الموضوع. بدنا نيجي نحكي له. التي اي. بتساوي. كوبي. التي اي الها اري جديدة. كوبي لاش? بدنا ننسخ. الاري الاسم ها دي اس. فاصلة. ننسخها من وين? من اول اندكس. صفر. من اندكس رقم صفر. الى اللنثة. انتبهوا. اللنث مش الهاي. اللنث لا الدي اس. ونسكر كما قوس. هيفرخنا بين الهاي وبين اللنث. الهاي اقصى اندكس هل هو ثلاثة مثلا او خمسة او ستة. لكن اللنث بدي اخد الستة كاملات. اوكي? فاذا هون بنحكينا لو بدنا ننسخ التي اي. بعدين بنيجي نحكي له كوبي. هون بنحكي له كوبي. التي اي. اللو للتي اي. الهاي التي اي. بدنا نيجي نعطيه التي اي انسخلية. بس في الليست بوكس تو. تمام? بنيجي ننفذ وشوف شو هيعطينا هلا. اعطانا ارورز على طول. ليش الارور? اعطاني انكمبتابل تايبس. اتذكر هون عن شؤلت لكم. ركزوا بهاي وركزوا بهاي. لهاي اري اوف سترينج. وهي اري اوف سترينج. ولكن هم مش مطابقات. ليش? لانهم لازم يتعرفوا نفس التايب. فوقتي هون بدوا يتعرفوا كتايب. مش كأري اوف سترينج. انا عندي التايب. وين هون? اسمه تي سترينج اري. مش هاده اللي عرفناه احنا. هاده اللي عرفناه في التايب هون. تي سترينج اري. هاده هو اللي بده يكون نفس النوعية بالزبط. علشان نقدر ننسخها. فهون نحكي له التايب التاني. تي سترينج اري. فاذا انا عندي هون تي سترينج اري. وعندي هون تي سترينج اري. لازم يكونوا بالطريقة هاي معرفين. مش في الاري اوف سترينج. عشان او طلعت لكم مشكلة تعرفوا شو حلها. نيجي نسوي رن. ونسوي بوتون. ونسوي كوبي اري تماما مية بالمية زي ما هي. تماما زي ما هي. نسخها. كوبي اري شو اعطانا تي اي اري سترينج. حكينا له التي اي بتساوي كوبي للدي اس من ابدألي من صفر الى قديش? اللينث تبع الدي اس. اللينث تبع الدي اس اللي هو ستة. اربعة خمسة ستة سبعة. اوكي? فبنعطيه من اللولة تي اي للهاي للتي اي في الليست بوكس تو ضفلي تي اي للاي. فراح مفوضي ضفنا سبع اسماء اي واحد اتنية ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. وهي الكوبي من واحد الى سبعة. فاذا نسخناها زي ما هي. طيب ممكن احنا نسخ جزء منها. برضو بسير. لو جيت انا حكيت له من اندكس رقم مثلا ثلاثة. اوكي. اه كمان ثلاثة. اوكي. ثلاثة هاي. صفر واحد تنين ثلاثة احمد. احمد عبدالله سامي هاي ثلاثة. فنسخنا جزء منها. نسخنا جزء منها. بدأنا بالريكورد رقم ثلاثة. صفر واحد تنين ثلاثة. ونسخنا ثلاثة ريكوردات. ممكن يجي نحكي له اربع ريكوردات. ومن رقم تنين. هاي هاي الاري الاولى هاي الاري التانية. اذا صفر واحد تنين ها. بدأنا هون باتنين. بعدين نسخنا اربع ريكوردات وربع عض. واحد تنين ثلاثة اربع. اوكي. فاذا هاي هيك نسخنا اري او جزء من اري لاري. بالطريقة هادي. فاذا هاي اخدنا الكوبي واخدنا الانسيرت واخدنا الديليت. في الديناميك اريت. واخدنا ست لينث. حتى نحدد. واخدنا طريقة التعيين المباشر. الحلقة الجاي ان شاء الله راح ناخد كيف نتعامل مع الاري داخل الفنكشنز. بحيث انا تكون اوبن اري فنكشن. ان شاء الله تكونوا تستفيدوا من هالدرس شباب. وان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسونا من اللايك ومن الشير. وما تنسوا تفعلوا زر الجرس. اذا مش مفعلينه. حتى يوصلكم اشعارات باخر فيديوهات نزلناها. وطبعا قبل هذا الحكي كله. تنسوش تشتركوا بقناتنا. الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.